كشفت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية نهراء عن وجود خمسة مصانع لإنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية مرخصة من قبل الهيئة وتعمل على الأرض في مملكة البحرين وأكدت الهيئة أنها منحت ترخيصا لأول مصنع للأدوية والمستحضرات الصحية في مملكة البحرين وهو شركة بحرين فارما والذي يقوم حاليا بإنتاج المكملات الغذائية الصحية وأشارت نهراء إلى أنه جار العمل على تسجيل مصنع جولف بيوتك لإنتاج العقاقير والأدوية التي تعطى بالحق كما أوضحت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية أنها تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة بما فيها القطاعات الصحية وذلك بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 ترجمة نانسي قنقر